أهلاً بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي وكعدته كل أسبوع رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين من كل أرجاء العالم وخاصة الناطقين باللغة العربية المتابعين لمقابلته عبر شبكة الإنترنت حيث تكلم قداسته في صلاة المشاهدة التي تعد نموذجاً للصلاة الأكثر حميمية في حياتنا الإيمانية وفيها يمكن أن نتأمل وننظر إلى كل ما في الوجود وأضاف قداسته أيها الأبو الأقدس يصر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعمة بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاطهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنطلصات الأبان باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرنسيس تكلم قداست البابا على صلاة المشاهدة قال قداسته في المشاهدة يمكن أن نتعمل وننظر ونصغي إلى كل ما في الوجود فالمشاهدة هي طريقة في كيفية الوجود بينما صلاة المشاهدة ليست مسألة نظر بالعينين بل مسألة نظر بالقلب وهنا يأتي دور الصلاة بكونها فعل إيمان ومحبة وبكونها نفس علاقتنا مع الله الصلاة تنق القلب وتنير أيضا النظر فتسمح لنا بفهم الواقع من وجهة نظر أخرى يقول التعليم المسيحي إن صلاة المشاهدة هي نظرة إيمان بها نحضق في يسوع أنظر إليه وينظر إليه ونور نظرة يسوع ينير عيون قلبنا ويعلمنا أن نرى كل شيء في ضوء حقيقته ومحبته لجميع الناس في صلاة المشاهدة التي نعبر عنها في الحب وهي نموذج للصلاة الأكثر حميمية لا نحتاج إلى كلمات كثيرة يكفي أن نوقي نظرة ويكفي أن نكون مقتنعين بأن حياتنا محاطة بحب كبير وأمين لا يمكن لأي شيء أن يفصلنا عنه هذا ما حدث للرسل عندما شاهدوا تجلي يسوع على الجبل تجلي يسوع جاء في ظروف صعبة في حياته كثرت المعارضة له حتى من بعض تلميذه فتركوه وجاء التجلي فجاء معه نور جديد ملأ الرسل وثبتهم وفي المسيحية لا يوجد تعارض بين العمل والمحبة بل المحبة هي الاساس و هي التي تنقى وطعطي قيمة لكل عمل والآن تحياتو البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية ملأ الرسل يمكنك تفعله. السلام عليكم وبركاته 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 أحييي المؤمنين الناطقين باللغة العربية أكاد القدسي يوحنا الصليب بأن فعل محبة صغير محبة صافية نقية هو أكثر فائدة من الكنيسة من جميع الأعمال الأخرى مجتمعة إنما يأتي من الصلاة وليس من إدعاءاتنا وغرورنا وما يطهره الطواضع حتى لو كان فعل محبة منعزلا وصامتا هو أعظم معجزة يمكن أن يحققها المسيحي بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر